احنا معنا حالا لايف يوم من الساد الاهلي وي السلام عشان نتعرف بقى على اخر الاستعدادات المتعلقة بمبارات الاهلي وفيرامدس مع الزميل العزيز فاروه صلاح فاروه صباح الفل عليك وتفضل سمعينك انقلنا كده باختصار الاجواء عندك عاملة ازاي صباح الفل يا كريم صباح الفل يا نهواند وكل التحية طبعا للكابتن صدي الجمال وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان فضل احنا سمعين كلنا بقى ايه الاجواء عندك طبعا يا كريم احنا موجودين حاليا في استاد الاهلي وي السلام اللي بيستعد لاستضافة مبارات الاهلي وبرامدس في الجولة الحادية والعشرين للدوري المصري المقرر قامته غدا بمشية الله في تمام الساعة التاسعة عايز اقولك ان هنا يعني كتيبة عمل بتسير على قدم وصاق ومجودات بتبزل على قدم وصاق من اجل الخروج بهذا اللقاء وي استاد الاهلي وي السلام بيتزين في اجمل صورة لاستضافة هذا اللقاء وطبعا طبعا ده عهدنا بي استاد الاهلي وي السلام في يعني منذ ان النادي الاهلي بيلعب لقاءاته على استاد الاهلي وي السلام طبعا عشان يعربنا من الصورة يحطنا في المشهد انا هيكون معايا المنصق الاعلامي لي استاد الاهلي وي السلام الاستاذ احمد عصام استاذ احمد برحب بيك على شاشة قناة النادي الاهلي ونقول مجهودات كبيرة جدا بتبزل من أجل الاستضافة لقاء الأهلي وبرامدز في الجولة الحادية والعشرين طمنا حطنا في آخر استعدادات دهرة الاستاد والاستاد لاستضافة هذا اللقاء في البداية بصبح عليك يا كريم وعلى يا فاروق أصلي وعلى يا كابتن كريم ونهوان دي مصدر الطاقة الإيجابية لكل يوم الصفح يعني كابتن سودي جميل دي طبعا منور الاستوديو الحقيقة يعني النهاردة في عمل يعني دقوب في الاستاد والتحضيرات كلها المباراة بكرا ان شاء الله قدام بيرامدز ومباراة مهمة للنادي الأهلي عارفين النادي الأهلي بقاله فترة غايب عن الدوري فبكرا العودة بقى لمسابقة الدوري فبيبقى فيه تجهيزات وحاجات خاصة كده بالمباراة عزا أقولك ان الاستاد يعني هو دخل في ضمن الملاعب اللي بتستضيف مباريات دوري أبطال أفريقيا ده بيبقى ليه مواصفات وحاجات معينة الكاف بيجي كان بيشرف عليها في الماتشين لعبنا هنا ماتش سانداونز وماتش التراجي اخر ماتشين لينا في البطولة والحمد لله كنا كاسبانين 2-0 و3-0 وعملين كلين شيت وكل حاجة تمام يعني هنا عايز أقولك ان من بعد المباراة التراجي لقابل ماتش بيرامدز بكرا الملعب كله حالة عمل هو بعد الماتش ما بيخلص بيبقى فيه يعني معالجة بقى الأرضية الملعب بيبقى حصل بقى فيه حفر كده بتحصل من اللعب ومشاكل بتحصل في أرضية الملعب بيبتدوا يصلحوها بعد كده بيخشوا بقى لعملية التسميت بيتسمد مرتين في الأسبوع وعملية التعقيم بقى فيه عملية التعقيم كمان بتحصل عشان الوباء اللي احنا فيه لربنا يعني يبعد عنينا الشر وعن كل لعبتنا ان شاء الله غير كده بقى الناس كلها بتبقى شغالة كل يوم يعني اللي استاد ده انت عارف مقر شركة استادات شريك النادي الأهلي في الوحدة الاقتصادية المقر بتاعه هنا العمل كل يوم موجود وعايز اقول لكم بقى يوم الماتش بقى بيبقى فيه تجهزات بقى تانية خاصة الأمن الدخلية بتيجي تستلم الملعب الأمن بتاع الشركة الأفريقية اللي بتأمن الملعب أصلا طول الوقت بتبقى موجودة وأمن النادي الأهلي كمان بيبقى موجود بيبقى عملية تأمين على أعلى مستوى للستاد عشان ضمان بقى الخصوصية بتاعة لعبتنا والحفاظ عليهم والضيوف كمان وضيوف المسابقة موضوع الجماهير لسه لحد دلوقتي يعني في محاولات ان الجماهير ترجع ان شاء الله وكنا شايفين في ماتش الترجي كان الموضوع قريب قوي لكن الأمن قرر ان الوقت مش مناسب وكنا ملتزمين جدا بالموضوع ده والحقيقة يعني جمهور النادي الأهلي عايزة أقولكم انه كان ملتزم بأقصى درجة وما شفناش حد بيحاول يدخل او حد يجي على البوابة بيقول انه بيدخلوني والكلام ده كله الناس كانت ملتزمة تماما ولسه مكملين برضه في موضوع غياب الجمهور لكن الملعب كده كده هو بيتحضر لاستقبال الجمهور وفيه كمان حاجات فيه شغل كتير معمول لسه مغيرين البراندينج بتاع الملعب عشان تمت اضافة النجمة التاسعة كنا عارفين طبعا انه بعد ما كسبنا البطولة كانت كل اللجوهات بتاعت النادي اللي موجودة وصور اللعيبة كانت عليها تم النجوم بس احنا غيرنا الكلام ده كله وبقت تسعة وان شاء الله قريب جدا نغيرها ونحط النجمة العشرة ان شاء الله سيد احباد اسألك على الاستعدادات اللي بتتم يوم المباراة بالتحديد لأرض الملعب يوم المباراة تعارف مستر بيتسو مسماني بيبقى ليه طلبات معينة بالنسبة لأرضية الملعب هو بيتواصل إدارة النادي الأهلي وإدارة فريق الكرة بتتواصل مع المسؤولين عن الملعب هنا عملية بقى النجيلة دي بيبقى لها طول معين مستر بيتسو بيبقى طالبه بيتم تحضيره وشايفين الناس شغلة هي عليه يعني بيبقى فيه بقى يوم المطش بيبقى فيه راش الصبح الملعب بيتراش وبعد كده بيتم التأكيد على أن يجي لأن المقاس مصبوط وكده وبعد كده الملعب بيتخطط بقى وبيبقى فيه بقى راشة أخيرة قبل الفرقة ما تنزل تعمل عمليات الإحماء وبين الشوتين بقى على حسب لو الجهاز فاني طلب أن الملعب بيتراش تاني بيتراش ما طلبش خلاص بيبقى الدنيا تمام يعني ومباراة تتلعب كريم نهواند يعني بعض النقاط المهمة جداً عايزة نتكلم فيها كان يلي حديث مع الدكتور شريف شديد المدير الاستاذ وقال لي طبعاً اتخاذ كافة الإجارات الاحترازية والتعقيم اللي بيتم بصورة مستمرة سواء لغرف اللعبين أو الممرات أو يعني بيخصص غرفتين لفريق النادي الأهلي وأيضاً لفريق الضيف تبقى غرفة خاصة باللعبين وغرفة خاصة بالجهاز الفني التعقيم بيبقى مستمر طبعاً في كل لعب داخل استاذ للسلام كل لعب له دولاب أو غرف أو مكان مخصص به دولاب بيحمل اسم لعب النادي الأهلي طبعاً إجراءات التعقيم والأمور دي بيتم بصورة دورية صورة مستمرة بتبدأ من نهاية المباراة ثم يبدأ التحضير أيضاً داخل يعني يوم المباراة عقب انتهاء المباراة بيتم التعقيم بصورة مستمرة حتى موعد المباراة القادمة بتبقى بصورة يومية طبعاً يوم المباراة يتم التعقيم يتم التخزيز كافة الأمور دي طبعاً كانت كل الأمور وأبسط الأمور اللي شفناها النهاردة في استاذ الأهلي والسلام اللي بيستعد لإستضافة مباراة الأهلي وبرامدس في الجولة الوحيدة والعشرين من جديدة تعود الكلمة ليكا كريم طبعاً كل اتحية طبعاً للكابتن صدي الجمال وكل الشكر ليك زمن العزيز فاروق صلاح وأكيد برضو الشكر موصول لأحمد عصام على الكلام الجميل ويا رب نكون دايماً عند حص ظنك وحص ظن كل مشاهدي خنافة الأهلي لطيف جداً من أحمد جداً طبعاً أستاذ أحمد سعداء بهذا اللقاء شكراً لزمن العزيز فاروق صلاح شكراً لزمن العزيز